البنك المركزي الروسي يحافظ على معدل سعر الفائدة عند 10.5% وأشار المركزي إلى أن معدل التضخم والنشاط الاقتصادي في البلاد يتناسب مع خطة البنك لكن توقف الهبوط المتوقع في التضخم دفع المصرف إلى مواصلة اتباع سياسة النقدية متشددة تساهم في بلوغ مستويات التضخم المستهدفة من جهة أخرى وزارة الاقتصاد الروسية أعلنت أن الناتج الداخلي سجل إنكيمانشا من نسبته 0.6% خلال الفصل الثاني من العام الجاري مقابل 1.2% في الفصل الأول هذا وتعاني روسيا منذ عام ونصف العام من الإنكيماش وكانت الأسعار قد ارتفعت ما تسبب بخفض القدرة الشرائية للعائلات الروسية